بسم الله الرحمن الرحيم وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بصرف خمسين ألف درهم لكل أسرة مقيمة في مركز الإيواء والفنادق بإمارة الشارقة والتي تضررت من الحالة الجوية لمساعدتهم على العودة إلى منازلهم بشكل أمن وسريع وأشرت عفاف المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة إلى أن هذا الإجراء سيساهم في تسريع عودة المتضررين من الأمطار والسيول إلى منازلهم بشكل آمن وكانت المنطقة الشرقية في إمارة الشارقة قد شهدت قبل أسبوعين تقلبات في الحالة الجوية أسفرت عن جريان السيول والأودية ومداهمة الأمطار لعدد من البيوت السكنية حيث بذلت الفرق الشرطية وفرق الإنقاذ جهودا لتأمين وحماية الأفراد والممتلكات وتأمين سيابية حركة المرور وتم نقل بعض الأسر إلى مراكز الإيواء والفنادق مؤقتا اشتركوا في القناة